فانقطع الاتصال سيب بن عيسى من وهنا شيخنا بكلمات حزينة جدا قال أولادي عقونة بالثلاثة هكذا وصف الأمر ولدي هز يد عليا وأردت أن أنزعهم من الورث ودعوت الله أن أراهم في جهنم ربي ابتلاني بهذه الذرية وقلبي رهم حرحر أولادي قاريين ولكن عقوني سألت الوالدة قلت لك شما غلط في حقك قال في حق الوالد قلت له لا انت بار بوالديك قال أنا مبتلع حاولتني شيخنا نقول له ماذا بعد كلمات الشيخ كشميلين قلبك قال لي أنا ما نسمحش إلى رب العالمين فباش تنصح الحاج بن عيسى شيخنا ورب يلطف بنا من دعوة الوالدين السلحاج عيسى نسأل الله عز وجل أن يقر عينيك بأبنائك رغم ما بدر منهم ولكن مع ذلك رجاؤنا في الله كبير وإن الذي يفتح قلوب الكافرين ليدخلوا الإسلام يمكن أن يفتح قلوب أبنائك من أجل أن يبروك ولذلكم أي نعم إن الوالد لا يتأثر لما يقع له وإننا نتعاطف معك مئة بالمئة لكن مع ذلك ندعوك ونقول لك إن الوالد دائما وأبد ولقد قلت ذلك في كلامك قلت بأنني ما نش يعني نحب لهم الشر أو ما إلى ذلك ولذلك ندعوك من أجل أن تكثر لهم من الدعاء فإن دعاء الوالد يرفع فوق الغمام وليس بينه وبين الله حجاب أكثر من الدعاء قم الليل قم الليل وارفع يديك إلى المولى عز وجل وتذرع له ولعل الله يكرمك بأن يصلح لك أبنائك ولعل الله يكرمك بأن يقذف البر في قلوبهم فيأتونك وهم يعني بارون لك ولذلك لا تيأس من روح الله عز وجل ليس المجال مجال حكم على الأبناء بأنهم في حالة عقوق وما إلى ذلك وإنما أود من الوالد الذي فعلا كلامه يبكي الحجر الذي ربما يعقه أبنائه ويفعلون معه ما يفعلون ومع ذلك نقول للوالد ادعو إن الله عز وجل قد أكرمك بأن جعل دعاءك مستجابا لأبنائك قم الليل تبتل إليه في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من داع فأجيبه وهل من مستغفر فأغفر حينئذ ندعوه وقل له اللهم إني أسألك أن تهدي أبنائي اللهم إني أسألك أن تعود بهم إلى الجادة اللهم إني أسألك أن تهديهم إلى الصراط المستقيم وسترى العجب وإن أردت تصدق بصدقة لأن الإنسان يمكن أن يتوسل إلى الله عز وجل بالصدقات توسل إلى الله عز وجل بصدقة تعطيها إلى محتاج وفي نيتك أن يكون أبناؤك بارين لك ولذلك لا أريد أن أركز على قضية عقوق الوالدين وإنما أريد أن أركز رغم أني متعاطف معك 100% الله يحب ورغم أني أشعر بالمرارة التي يشعر بها الوالد عندما يكون أبناؤه ربما غير مستقيمين ولكن مع ذلك أقول له إنك والد وإنك أنت الذي ربما يمكن أن تنقذهم من المغبة التي هم فيه ادعوا الله لهم وإني لم تأكد بأن المولى عز وجل سيكرمك بإذن الله عز وجل الله يبرك فيك استسمحك شيخنا يحينوا للمشاهدين الكرام وعدوا آذان صلاة المغرب